علاقتهما اكتنفها الغموض فما حدث بينهما جعله يخط لها رسالة يتعجب الجميع منها بعدما عرف محتواها فالرئيس العراقي الراحل صدام حسين خطى بيديه رسالة كانت بها الكلمات الأخيرة قبل رحيله لابنة الرئيس الليبي الراحل عائشة قذافي فما القصة؟ رغم ما كان بينهما من مواجهات وخلافات إلا أنهما كان في آخر أيام أحدهما الأقرب إلى بعضهما البعض فكاد الأول أن ينفق على إخراج الثاني من مأزقه ثروات دولته فالعلاقة بين الزعيمين العربيين كان يشوبها في بعض الأحيان الكثير من المواجهات القوية فهذا كان يريد أن يواجه الآخر عسكريا إلا أنها تحولت إلى أفراد عائلة أحدهما فالرئيس الليبي الراحل معمر القذافي حينما علم بحجز الرئيس العراقي الراحل صدام حسين كان يريد أن ينفق من ثروات ليبيا ما يكفي لإخراج ماهيب الركن من محبسه لكن المفاجأة كانت في علاقة صدام حسين بابنة الزعيم الليبي عائشة معمر القذافي والتي بدأت حينما كانت ابنة العقيد الليبي تترافع في إحدى القضايا الكبرى خارج بلادها ورأتها ابنة صدام حسين رغد فقررت أن تنضم ابنة العقيد للدفاع عن أبيها استطاعت عائشة جذافي أن تناحي الخلافات التي دبت بين أبيها وصديقه الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بعدما أصبح الأخير خلف القضبان في قضايا شككا في نزاهتها لتقف في قاعة المحكمة المهيبة تدافع بقلب قبل الأوراق عما كانت تجمعه بأبيها أقوى علاقات الصداقة فعائشة تقف أمام القضاة العراقيين لتحاول مع هيئة دفاع مكونة من العديد من المحامين إبعاد التهم التي وجهت لمهيب الركن وهي لا تدري ما أخفاه لها صدام حسين في جعبته رسالة خطها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وهو في حجزه خلف القضبان لابنة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي كانت كلمتها تعبر عن مدى حبه لها فمحتوى هذه الرسالة كان مهيبا كما كانت مهابة صدام حسين حينما كان بين أرجاء العراق رئيسا قبل أن يقف خلف القضبان فالذي كان بالأمس رئيسا أصبح اليوم مدانا بعدة تهام مطالبة بالعزة والفداء بمعان لا يعلو على سجعها وحبكتها كلمات أو عبارات أخرى زينت تلك القصيدة التي خضها صدام لعائشة فضلا عن مطالبته لها بالفخر مناشدة كانت بين أبيات القصيدة التي خضها صدام لابنة القذافي أن تفخر بما فعله والقذافي في العراق وليبيا حيث طالبها بأن تظل مهما عاشت غير بائسة بما حدث له في هذا المحبس أو تلك المؤامرة لإيقاعه مفاهيم وألغاز احتوتها القصيدة التي كتبها مهيب الركن لعائشة فالجميع لن يفهم تلك الألغاز الكبرى إلا أن الوصل الذي كان في حبكة القصيدة والذي يعلم صدام جيدا أن معناه الحقيقي سيصل لعائشة كان هدف مهيب الركن من كتابة القصيدة فمهيب الركن أوضح في قصيدته أنه كان دائما في الساحة مغوارا وفارسا لا يخشى أحد ولم يهزم أبدا رغم تعدد الجولات عروبة منتصرة والعراب يشهدون على ما فعله بالأمة العربية كانت رموز لا يستطيع أحد أن يفك شفرتها إلا عائشة ابنة جذافي من رسالة مهيب الركن لها قبل رحيله بشهرين فقط ترجمة نانسي قنقر